انما احداك داخل تشجع فريقك وتفرح وتهيص وترقص وتغني وتزعل مفيش مشكلة وتمتقد مرتضى منصور او غيره ما عنديش مشكلة انما ملطف ورصاص ورشاش وحرق اسألوا العقل الصيحة اللي انا قلت اسمهم دي كلها وليو احمد يا شبراء لو راجل تعال المسيرة يا سادة او مشاغل لو انت راجل مش لابل صرحة ومستخبي تعال المسيرة انما يعملوا مسيرة لولاد غلابة ها وهم هارمانين وعشان كده بقول اهو والدخلية عارفة انه هيتعمل اكمنة تاني اكمنة في مداخل القاهرة من ناحية اليوب ومن ناحية اسمعالية ومن ناحية السويس ومن ناحية الصعيد واللي هيتمسك هو حر انا بقول اهو بحذر كل ابو ام ليه حاضرات جاي تضغط عنها بالعام والقضاء ها انه وانت شفت الوقت بتاع الكتاب حلوان عيل منهم طلع من الالتر الزمالك حالبالك العيال اللي بتبلتك انا عجبني الكلام ان اللقتي فيه البديل يعني فيه تعالى واخد كرنيه واخد بياناتك وشجع زي ما انت عايز وقعد في المدرجات كلام محترم واسه يا سيف الولاد اللي بيقول له ميه بقى بفيامون بيقول له ميه ده هو اخد بيانات دي عشان يحبسكوا طيب اسأل مدير الامن التلات ولاد اللي كانوا بتجسسوا علي بانقلوا اخباري وانا جوا النادي اتقبض عليهم وراحوا الاسم حتى اتحايل على المأمور ساعة عشان يروحهم السيد رئيس النيابة قال له اتحايلت على السيد رئيس النيابة ساعة عشان وراوحهم اتعرف عد ما روحوا عملوا ايه جيهم الساعة يعني يوم مش ساعتين ونص جيهم لوني على باب النادي وحما بلغين ده اقعد على باب النادي وحما ضربيني بالنار بعد ياب نص ساعة شفت الاجرام لا لا الا الله شفت يعني انا ايسأل مأمور كلموا دي امن الجيزة هقولك مرتدى اللي روح تلات عائل دول ايسأل سيد محمد عامشة من الجيزة احمد بالبخلي هقولك مرتدى عاد يتحل على رئيس النيابة وقال له يا فاند دول هال صغيرة جيهم من النيابة جيهم على النادي لو نياد على باب النادي روحهم بلغين قالهم ده عاد دلوقتي تمام بعدها بنص ساعة 14 طلقة ده فين ده وتفاكرين تعملوا ده بكرة او بعد هتخوفوا النادي بالعام هتخوفوا وزير الداخلية شوفوا عضاء النادي قدية دلوقتي في النادي وشوفوا عضاء النادي بكرة مستنينوا مادية مش اقل من تلاتين الف عدو عامل وست من السنين لو عايل فيهم وراء يحارب من النادي والله ما يندرم ولا مش اقلاش بتاعت الستان ليه خلاص الناس زيء ده احنا قرفنا رياضة والعزب التاجة رياضة تحت امرك تعال بقو دماغي ان شاء الله فيه رياضة وان شاء الله اللي جاي ان شاء الله يا سيف